في خطوة جزائرية هي الأولى من نوعها ستنظم جمعية حماية المستهلك مبادرة يوم وطني بلا تسوق في العشرين ديسمبر المقبل هو يوم تدعو فيه المستهلك الجزائري للامتناع عن اقتناء أي سلعة يوم بتون التسوق هي مبادرة لأجل تحسيس المستهلك بسلوكيته التي تزيد من تذبذ بالأسعار وهي أيضا وقفة للتنديد بطريقة سلمية احتجاجية على تذبذ بالأسعار الذي أصبح يثقل المستهلك الجزائري في قدراته المبادرة تعتبر رسالة لترجمة تذمر المواطن الجزائري حيال التهاب أسعار مختلف المواد الأساسية التي شهدت مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة كما أنها فرصة لدعوة سلطات الوصية وتفعيل دورها في محاربة مافيا الأسواق من جهته استحصن الحاج الطهر بولنوار ناطق الرسمي باسم اتحاد ترجاري والحرفيين الجزائري هذه المبادرة بالنسبة للمبادرة التي دعت إليها جمعية حماية المستهلك طبعا باسم الاتحاد العام التجار والحرفيين الجزائريين نؤيدها لسببين على الأقل السبب الأول لا ننسى أن التجار أيضا مستهلكون معناتها يهمهم أن تكون ويتمنون أن تكون الأسعار في متنوى الجميع وأسعار معناتها مستقرة الأمر الثاني كذلك انخفاض الأسعار واستقرارها يساعد المواطنين والمستهلكين على اقتناء حاجيتهم بكل سهولة وهذا في فائدة التاجر وبين مطرقة ارتفاع أسعار مختلف المواد وسندان الغياب الفعل للرقابة يبقى المواطن ضحية تذبذب الأسعار وتلعبات المضاربين